مما سبق يتبين أن هناك قواعد خاصة بالقانون التجاري ينفرد بها القانون التجاري عن القانون المدني فما هي هذه القواعد؟ أول قاعدة من هذه القواعد حرية الإثبات في المسائل التجارية فكما ذكرنا سابقا أن المعاملات المدنية إذا بلغت حدا معينا لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أما في المعاملات التجارية فيجوز إثبات المعاملة التجارية مهما بلغت قيمتها بكافة طرق الإثبات فيجوز إثبات المعاملة التجارية بشهادة الشهود وبالقراء وبتوجيه اليمين الحاسمة أو بتوجيه اليمين المرضودة أو بأية وسيلة من وسائل الإثبات هذه هي القاعدة العامة في المسائل التجارية إلا أن هناك بعض الأمور التي يشترط فيها النظام السعودي الإثبات بالكتابة في بعض العمليات التجارية فمثلا يشترط النظام السعودي كتابة عقد الشركة كما يشترط النظام السعودي كتابة عقد رهن السفينة وعقد بيع السفينة فمثل هذه المعاملات التجارية لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة لكن هذا استثناء على الأصل العام والاستثناء لا يقاس عليه ولا يحتج به فالحكم يبنى على الغالب الأعم وليس على الاستثناء النادر زي ما قلنا أن من القواعد التي اشترط فيها المنظم السعودي الإثبات بالكتابة في عقد بيع السفينة وعقد الشركة كذلك شركة المحاصى هذه الشركة لها وضع خاص فلا يجوز كتابة عقدها بل على العكس إذا تم كتابة عقدها فإن ذلك يؤدي إلى انتهاء هذه الشركة وتحولها إلى شركة أخرى والسبب في اشتراط الكتابة في عقد الشركة وعقد بيع السفينة حماية المتعاقدين في حالة نسيان شروط العقد أو الاختلاف حول تفسير أو عدم وجود شرط من الشروط لأن عقد الشركة يحتوي على كثير من التفصيلات يصعب على الزهن تذكرها فبالكتابة نمنع أي خلاف ينشأ مستقبلا فيما بين الشركة كذلك من ضمن الأمور التي اشترط المنظم السعودي فيها الكتابة بالرغم من أنها معاملات تجارية الأوراق التجارية مثل الكنبيالة والشيق والسند الإزني فاشترط أن تكون هذه الأوراق مكتوبة فلا يوجوز تحرير شيق أو سند إزني أو كمبيالة شفاهة بل لا بد أن تكون هذه الأوراق مكتوبة والعل في ذلك واضحة حيث أن طبيعة هذه الأوراق تقتضي أن تكون مكتوبة ولأن سرعة تداول هذه الأوراق وسرعة التعرف على البيانات التي تحويها ومواعيد استحقاقها وأطرافها لا بد من أن تكون هذه الأمور مكتوبة وموسقة حتى يستطيع أي شخص تنتقل إلي هذه الأوراق أن يتبين من أطرافها ومواعيد استحقاقها إلى آخر البيانات التي ترد في هذه الأوراق الأمر الثاني الذي يختلف فيه القانون التجاري عن القانون المدني التضامن بين المدينين بدين تجاري وهذه القاعدة هي قاعدة عرفية نشأت من الأعراف التجارية حيث أن القاعدة في القانون المدني أن التضامن لا يفترض بين المدينين بدين مدني فلا يمكن افتراض التضامن بين المدينين بدين مدني إلا إذا مص صراحة على ذلك في العقد ونضرب للسامع الكريم مثال يستطيع أن يتبين فيه ما معنى التضامن التضامن بمعنى التكافل فهب أن هناك سلاسة أشخاص ذهبوا لشراء منزل أو عقار فشراء منزل أو عقار هي معاملة مدنية وقاموا بشراء هذا المنزل في عقد واحد وفي وقت واحد فإذا قام جميع هؤلاء بتزديد ما عليهم ما عدا واحد منهم فإن البائع أو الدائل لا يستطيع أن يطالب الآخرين الذين سددوا ما عليهم بما لم يسدده أحدهم لأن التضامن في الديون المدنية لا يمكن افتراضه إلا إذا نص صراحة على ذلك في العقد ودعونا نضرب هذا المثال على معاملة تجارية فهب أن هناك سلاسة تجار ذهبوا لشراء صفقة تجارية بعقد واحد كل منهم يخصه نسبة من الدين فقام سنين من هؤلاء التجار بسداد ما عليهم وتخلف السالس عن دفع دينه التجاري ففي هذه الحالة وبما أننا أمام دين تجاري ومعاملة تجارية فإن هؤلاء التجار السلاسة كل منهم بمثابة الضامن أو الكفيل للآخر فيستطيع التاجر الدائن أن يطالب الأفراد الآخرين بسداد ما لم يسدده شريكهم السالس أو الشخص السالس الذي تعاقد معهم في نفس العقد لأن التضامن فيما بين المدينين بدين تجاري مفترض حتى ولو لم ينص عليه في العقد الخلاصة أن الدائن التجاري يستطيع أن يطالب أي من المدينين بالوفاء له بكامل الدين الذي حل أجله ثالث الأمور التي يختلف فيها أو تختلف فيها قواعد القانون المدني عن قواعد القانون التجاري هي حماية الوضع الراهن وذلك لحماية الغير حسن النية وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية فلقي يتحقق الاستقرار في المعاملات التجارية فلابد من المحافظة على الوضع الراهن في المعاملات التجارية وعدم نقض هذا الوضع الراهن لكي لا تحدث الشقاقات أو الخلافات ما بين التجار رابعا حماية الدائن التاجر المفلس تكلمنا في المقدمة عن نظام الإفلاس فما المقصود بنظام الإفلاس وما هي شروط الإفلاس لكي يستطيع الدائن أن يطالب بشهر إفلاس مدينه لا بد من طوافر ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون المدين تاجرا فلا يجوز شهر إفلاس من ليس بتاجر أو من لم يكتسب صفة التاجر اثنين أو ثانيا أن يكون الدين تجاريا فلا يجوز شهر إفلاس التاجر إلا بسبب دين تجاري ثلاثة أن يحل أجل الدين أي أن يكون الدين مستحق الآداء الآن أو في فترة سابقة فلا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب دين سوف يحل أجله في المستقبل فإذا توافرت هذه السلاسة شروط يجوز لدائن المدين التاجر أن يطلب من المحكمة شهر إفلاس هذا المدين التاجر وما الذي يترتب على شهر إفلاس المدين التاجر في الحقيقة أن الإفلاس بالنسبة للتاجر هو بمثابة الموت الحكمي لهذا التاجر تجاريا فشهر إفلاس التاجر يعد حكما عليه بالموت تجاريا كيف يكون ذلك حكما عليه بالموت تجاريا؟ حيث أن من الآثار التي تترتب على شهر إفلاس التاجر هناك آثار تتعلق بشخص المدين وهناك آثار تتعلق بأموال هذا المدين التاجر فمن الآثار التي تتعلق بأموال هذا المدين التاجر هي غل يده عن إدارة أمواله فبمجرد شهر إفلاس التاجر تعين المحكمة شخصا يسمى بمأمور التفليسة أو باللغة الفرنسية يسمى السنديك مأمور التفليسة أو السنديك هذا يقوم بإدارة أموال التفليسة أو بإدارة أموال التاجر المفلس لحين تصفية هذه الأموال وتقسيمها ما بين الدائنين قسمة غرماء فيسلم التاجر مفتاح متجره ومصنعه وفلته وصيارته وجميع العقارات التي يملكها ولا يجوز له إدارة أمواله ولكن تعين له المحكمة مبلغ يأكل به هو وأهل بيته مصروف يومي يأكل به هو وأهل بيته أما باقي الأموال فيديرها نيابة عنه السنديك أو مأمور التفليسة هذا أصر من الآثار أيضا أن الديون المؤجلة على التاجر بعد عام أو بعد ستة أشهر أو بعد عامين أو سلاسة أو بعد أي مدة أيا كانت تصبح مستحقة الوفاء الآن ومن الطبيعة أن التاجر لا يكون في حسبانه سدد مثل هذه الديون في الوقت الحاضر مما يضعه في أكبر مأزق ليس هذا في حسب تسقط عن التاجر حقوقه السياسية فلا يستطيع أن يرشح نفسه لتولي الوظائف النيابية لا يرشح نفسه للمجلس الشورى ولا يرشح نفسه للمجالس البلدية ولا لعضوية الغرفة التيارية ولا لأي من هذه الوظائف النيابية كذلك لا يستطيع أن يدلي بصوته في هذه الانتخابات فلا يعطي لصوته لأحد من أقاربه إلى غير ذلك من الآثار التي تترتب على شهر إفلاس التاجر إذا نظرنا إلى كل هذه الآثار نستطيع أن نتبين مدى شدة التعامل كيف تعامل المنظم التجاري مع التاجر المفلس بشيء من الشدة هذا بالإضافة إلى شب اسم التاجر من السجل التجاري فلا يجوز له معاودة ممارسة الطيارة إلا بعد مرور خمس سنوات وبعد أن يرضي إليه اعتباره وبعد أن يكون قد سددت ديون التي عليه للدائنين أو تصالح مع الدائنين ترجمة نانسي قنقر